ايه هنطلع بيقول ايه كلام والله ما عارف يا ابني هلا عارف العنوان ورجع قال مش عارف اوصله لزبط الطيني ما يستمى الاسم عارف هعملو ايه هقول كده امان بص يا اما انا فكرت ولاقيت حل ايه الحل يا ابني انا هشتغل ايه يا نهارك اسود ومنيل تشتغل ايه يا اخوي هسيب كل ايه ده وتشتغل يا اما حد اقل ان انا هسيبك كلية انا هقدم اعتزار السنة ده عن الانتحانات والسنة جاء ان شاء الله هنسق بين الشغل والدراسة يا ملت ضغطك يا نجات ايه الكلام الفارغ يا واضل اللي بتطلعن بوقك ده يا اما ده مش كلام فارغ هو ده الحل الوحيد المكافأ وتسرقت والمشتل وتعفد وجيت داعيان وبسحب علاج غالي كل شهر ومصاريف البدء قد كده ما عاش ابو يا مش هيكات في كل ده يا اما يا اخوي وانا كنت اشتكت لك ولا كنت اشتكت لك ما انت ماشى الله عمال بتتعلم انت وقتك وزي الفول اشتكت لك انا وتكفي حاجة نقصك حاجة نقصك انت يا ستي هو الموضوع بحتاج شكوى ما نواقف وشايف بعنيا عينك شايف يا زبت القطران شايف ايه اسمع لما قولك اسمع يا ابن نجات انا هنسى الكلام اللي انت قولته ده بكايني بسمعتش حاجة انت تركز بمذاكرتك قدامك 3-4-10 خلص انت حضارك تبقى اشهات تبتيه ده وساعاتها اعلى ببخلك تعمله هتشتغل ايه صباح الخير يا دكتور يلا هنم لس نايمة لسه نايمة احب حاطلك اسحيها لك واجبها لك لا انا اخش لها بنفسي شكرا الحظ دايما بيخدمك بزيادة انبارح رجعت متأخر لقيتك نايمة مرضتش صحيكي ها بيت هيقلي خدت فرصة كبيرة للتفكير يا رجاء افكرتي هايل هايل طول عمر اقول عليك انك ست زاكية وحتنتاز الفرصة اه سامر ابنك حاضر بس بعد ما حلتك تتحسن وتبقي كويس شوية هخديك تشوفيه ودلوقتي هتديكي اول جرع من ايدي هتديك تشوفيه اه 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 دي أول جرعة لرجوعك للحياة الحمد لله السلام يا رجال سادية سادية ايما يا دكتور تحت قمرك يا دكتور من النوع ده هتبدأ الهانم تاخد العلاج ده بدل التاني في نفس الموعيد ايوه ده أحدث علاج في العالم لحالتها هحسن حالتها كويس كويس المهم عايز معاملتك معها تتغير للأحسن عايزها تبقى راضي عنك حاضر بس برضو عنك تبقى عليها يمكن أكتر من الأول لأنها بعد العلاج ده هتتحسن وحركتها هتبقى أسهل بس المهم مش عايزها تحس انك بترق بيها ولو حسيتي انها بتعمل حركة مريبة أو بتكلم حد أو تتصل بحد تمنعيها وتتصل بيها فورا مفهوم يا سعدية؟ مفهوم يا دكتور وكل اوام ركعة تتنفس مش كان جاب الفلوس كاشة معلم بدل موضوع الشيك ده؟ ما هو قال لك ان الشيك مقبول الدافع يعني مضمون مية مية ماشي عموما انا اروح البنك وأصرفه ايوه بس ما تنسوش انكوا قاعدين ضيوف عند الشارك وده مكتوب في العقل انكوا تسلموا الشقة خالية مع البيت والرجل من زوقه سبلوكوا كم يوم تأخلوا الشقة مش عاوسكوا بقى تطولوا عليه لا متعلقاش بإذن الله مش همطول قول لي يا أستاذ هاني انتوا قوليتوا شقة تانية ولا شفلكوا حاجة بعدين بعدين يا معلم انا هروح دلوقتي البنك عشان نلحق أصري في الشيك ساموا عليكم سلانة جذع ده احواله عجيبة يلا المهم ان المصلحة قضية ايه نادا بنتي برضا هتروحك كما؟ اه يا مام وما تقلقاش انا مش هتأخر مش هتأخر ده ايه هو في محاضرات دلوقتي الساعة كان يا ماما انا مش رايح احضر انا هنقل المحاضرات اللي فاتتني من زميلي وهاجي على طول خلاص احبت تروحي ربنا معك خلي بالك من السكة ربنا يكفيك الشر من خبنتي واخوكي على فكرة يا نادا انا وامير حاولنا كتير نتصل بيك عشان نتطمن عليكي بس انت للأسف ما كنتش بتردي ما قالش يا سارة عامل ايه بانت عارف الظروف ده حتى امير كان متدايق ومتنرفس جدا وحاولت هديه وفاهمه ان الظروف الصعبة اللي انت بتمر بيها دي بس هو بقى اخدها على كرامته واعتبر ان ده اهمال يعني ايه اهمال؟ اصلا هو مش واخد على كده عايزة تقولي ايه سارة اللي زي امير ده متعود كل ما يحط بانت في دماغه يوقعها فيه وهي بقى اللي تجري عليه وتهتمي بيه بس امير عارف كويس ان انا مش اي بنت صدقيني انا كمان قلتله كده بس بقولك ايه خلي الكلام اللي بينا ده بينا وبين بعض عشان ما يحسش ان انا باجي نقلك الكلام وكتني بقى الاحسن هو جاي علينا اوه معقول يا نادا انت جاتي؟ او لسه جاية يا بنتي قلقتين عليك يا اوه انا لسه كنت بقولها كده برده معلش استجيت دي تاعد شوية واضطريتها عد جمده اللي قال في السلام عليه ماله طب هو كويس دلوقتي؟ اه الحمد لله يا حسن انا نقلتلك كل المحادرات اللي فاتتك يا نادا مرسي يا صغر طب انت هتقدري تيجي الكلية اليومين الجايين دول ولا ايه؟ هحاول ما تشيليش اي هم اي حاجة هتفوتك هجبالك لحد البيت لحد ما الظروف اللي انت فيها دي تعدي على خير يا رب اه انا مضطرة امشي بقى عشان متأخرش المحادرات يا نادا مرسي يا صغر طب بص يا نادا انا كمين كنت ماشي ممكن اوصلك في سكتي طب كويس خدوني معاكوا بقى بالمال يلا بيك يلا طب كويس خدوني معك ربنا ياخدك يا شيخة باسم باسم ايه جتي عامل ايه؟ الحمد لله كويس طيب ممكن هتكلم معاك شوية؟ لا وقت ولا مكان يا صمعي انا مصمم على فكرة انا مش هاخد من وقتك دقايق من فضلك شوف انا عايز اقولك ايه؟ وبعد كده قواعدك ان انا مش هتقل عليك فضلي باي باي يا نادا يعني مش انتوا لوحدكم اللي ضحية الافعال بابا انا كمان ضحية لكل افعالكم انتوا اتضرر طالقوا الايام دي لكن انا طول عمري متقلمة من اللي هو بيعملها وانت اكتر واحد عارف كده وجايت دلوقتي تاخدني بزنبه وحتى كمان رافض ان انت تسمعني لعيلمك بقى انا كان ممكن اعزل نادا لو هي اللي عاملت كده او حتى طنطناجية لكن انت انت اللي المفروض انك اقرب واحد لي مش يمكن داللي خنقني اكتر ان انت اقرب واحدة لي ما تدورش على مباري انت مش محتاج تبرر اي موقف انت خدته ضده عموما انا كل الطلبة منك ان احنا ناخد بنا من شكلنا الاجتماعي كل الطلبة هنا عارفين ان احنا ولادها هم وان احنا كمان قريبين من بعض عشان كده من فضل عشان كده من فضل يا ريت ناخد بنا من شكلنا قدامه وكمان انا من وقت للتاني هاجي علشان اتطمن على جده ومش حابة ان انا اشوفك مدالي ويا ريت كمان تتعامل معي عادي افتكر يعني ان دي افسد حقوية عليك ايه؟ ما افتكرش يعني ان انا اللي طلبته صعب قوي كده لا يا شوية فيش حاجة صعبة كل اللي انت عايزاه هعملونك طيب ورغم يعني ان انا مليش اي زنب في اللي جرده كله لكن انا اقوعد لك ان انا اول مظروفي تتعادل هرودلكم كل الدين اللي علينا دين ايه؟ الفلوس اللي اخدها باب انت طلبت مني عاملك عادي وانا وفقت انا كمان ليه عندك طلب لازم توفقيني عليها طلب ايه؟ نقفل على المعوضات دي خالص ما نتكلمش فيها تاني يمكن مع الوقت اني قدر ننسى معاين يا شوك يعني بعد كل اللي جرده انه ممكن اتنسى لكن اوعدك ان انا مش اتكلم فيه تاني عن اذنك بقى عشان اختر محضراتي